حسنا يا هلا و يا عبلا بأحلى متابعين بالدنيا اششانكم شخباركم شاء الله οιلا يكونوا بخير وصحة و سلامة سأذهب سأذهب على جهاني المدرسة سأخذكم معي بهاي الجولة الممتعة و البسيطة سأزغمونا هالشكل ونرجع للبيت حتى نكمل الروتين والدنا وياكم ولكن قبل أن نبدأ الشريط منكم دعوني لايك ويلا دعونا ندخل للمدرسة بسم الله وين الفصاعين والتي شونك شونك بوبجي 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 هناك مدرسين على بوبجي شونك شونك هلو ورجعنا للبيت ورح نبدأ نسوي وياكم أطيب وقلت غدا اش راح نسوي؟ من اللي حزم انا نترمت بصلايا وفلفلايا وطماطايا واحدة يعني فتح بشكلات هالشكل بسيطة ورح نبلش الغدا مالتنا اليوم غدانا شنو؟ غدا الفقير سويت محروق أصبعة بس شنو؟ طعام فاتشي راوعة سأبدأ أول شي اخلي الزيت واخلي تقريبا ثلاثة اربع الكمية مال البصل وانطيلها حمسة خفيفة طبعا بسوريا يسمو حراء أصبعو وقسم من الناس يسموها مثرودة واحنا أهل بغداد نسميها محروق أصبعة ليش احترق أصبعة ما أدري هسه اهنا بدأ يتغير عندي البصل راح أخلي علي الكركم وابدي أحمس به ويعيني على ريحة البهارات اللي تجنن هنا أنا مسحوق الكاري هذا كاري حار يعني ما أحتاج أخلي فلفل أسود لكون هو بحرارة طبعا ريحة البهارات كلش طيبة وشوفوا شون هنا راح يبدي يحمس هالشكل حمسة خفيفة ورح أبدي أحضر الماء على مودة أخلي الماء عليه طبعا أنا راح أسوي كمية بسيطة بس على قدنا فراح أحتاج غلاس ونص تقريبا من الماء أخلي هذا أول غلاس وبعد شوية ما أكيد أحتاج وإهن أنا راح أضيف شنو الملح وأيضا أخلي ملح الليمون أو الليمان دوزي احنا شكل نسمي بغداد لمن دوزي طبعا أنا خليت مي بس ناسي أصوره وراح نبدي نجهز الطبق اللي راح نخلي بين محروق أصبعه وقطعت هنا قطعة واحدة من الرارنج وراح أبدي شنو أقطع الخبز خليت تقريبا خبزاية ونص يعني كافية الفصائين مالتي ما يأكلون هلقت أكلتهم كلش خفيفة بس أنا كلش أحب هاي الأكلة اللي كون هي يعني سريعة وغير مكلفة كلش مو مكلفة وبعد ينا واحد يجي تعبان يريد لأكلة نظيفة بالبيت يأكلها ملينة من أكل المطاعم وأولا مو نظيف ثانيا غالية مينة ويومية يومية يصبح ملل بصراحة ولو الجهال يعني ما عرف شنو يعجبهم هنا أنا راح أبدي أخلي الخبز اللي قطعته وراح أبدي أقلب بي على مود تختلط كل المكونات سوية وأكيد أنصي النار على مود يتسبك على كيفة والخبز يتشرب الصوص اللي سوينا ما المحروضة صبعة البصل والمي والبهارات على مود ياخذ النكعة المضبوط فأنصي النار وأقبغه هيت شي شي هنا أنا راح أضوق الملح أشوفوا شونه بس هو طلع كلش تمام يعني ما يحتاج يعني جايبته مضبوط على القاعدة فراح أخليه هيت شي شي دقيقتين ثلاثة أقبغه يتهدر وبعدين أبدي شنو أصبه هالشكل بالطباق شوفوا مقدار بسيط هذا كلش كافي علينا حتى ما يبقى وراح أجي هسه أزين بالطماطا هاي الحبشكلات الحلوة والبسيطة وهالشكل اللي تنطي للنظر فالمنظر كلش حلو يزيد جمالية على الطعام مالته اللي يخبل يعني يقول لك العين تاكل فلازم واحد يجمل الماعون مالته قبل ما يجي يريد يأكل وايضا حتى أشهيكم همينا أخاف ناسيها يعني هاي شكل واحد يشتهيها كل فترة الأكلة البسيطة والسريعة والكلش طيبة حتى إذا أعجبكم وتسوون يعني هالشكل محروق أصبعه يعني عصرونية مو شرطة إلا وجبة أو يعني هذا الجوع تالي الليل مثل ما يقول وقتات واحد بالليل من يقعد يتفرج تجي لجوعات فجائية فيقويها على أشياء بسيطة يعني نقانق و بيض أو هاي الشغلات أو بيزا موجودة بالمجمدة يعني مفرزة بس مجرد واحد يخريها شوية بالفرن أو يسوي مثلي هالشكل فد محروق أصبعه السريع طبعا هي أكلة نباتية مريوما تقول يعني أريد أحاول وأريد أصير نباتية فتقول بس المشكلة يعني أحب أكل اللحم قالت ماما هو الخروف ما ينكل بس يعني خضار هالشكل يأكل حشيش وأشياء خضراء قلت تلاقي وخلص معناها الخروف نباتي مو مشكلة إذا احنا يناكل اللحم يعتبر نباتي فمريوما تحاول تقنع نفسها وياريت له فعلا تاكل ويقول لش ضعيفونه وجهز عندنا الطبق مالتنا اللي يجنن محروق أصبعه يخبل سهمكم العافية ونروح ناكل وأكيد رح ورا ما ناكل شنو انساين نستيكان شاي نعدل دي ونكبر جي على قولة عاد الإمام مو بالله أكوح ما يحب الشاي كنا نحب الشاي أكيد عراقيين شاي وقهوة شاي وقهوة زين عيني وبعد ما رح نتغدش رح اسوياني رح اسوي اياكم شاي الكرك طبعا شاي الكرك كلش معروف بدول الخليج والإمارات رح اسوي على طريقة هالشكل سهلة وبسيطة رح اجيب عودي هنا من القرفة أو الدارسين وأجيب أيضا شنو كم حبة من الهيل حبات الهيل طبعا لازم أكسرهم فاني عندي هاي الطريقة كلش سهلة هالشكل براسل ستشينة أفتحهم على مود الحبيبات اللي بداخلهم واللهيل تطلع عن الهيلا ينفسه وتمطيني تركيز بالنكهة وراح اخليهم شوية على الطباخ على مود ياخذون يتحمصون هالشكل تحميصه خفيفا أخاف إذا بيهم رطوبة بالإضافة إلى ريحاتهم تطلع الجنن وهنا أنا خليت الكتلة على النار خليت بيه مي على مود شنو أضيف عليه الدارسين وأيضا حبات الهيل لما هاذا هينطيله طعمه ريحه كلش كلش طيبة يعني ما تتصورين النكهة والريحه شون تطلع الجنن الخليجيين بعد يضيفون على هاي المكونات اللي خليتها يخلون مسامير القرنفل وأيضا يخلون زنجبيل وأنا هنا راح أضيف علي الشاي مقدار يعني خاشوقة ونص مالكوب بعد انتشان حابة تخليين الشاي ماتج حسب طريقتك يعني هذا اختياري هنا نعدنا حليب مبخر من أبو قوس ورح أضيف لي قلبة واحدة كافية هذا الحليب المبخر طعمه كلش طيب ورح أنتظره يتخدر على كيفه خليني هنا هنا الشكر الشكر أكيد حسب ما أنت حابه فعني خليت مقدار يعني من الشكر وخليته يغلي لكن يجب أن تركي على طبخه لأنه إذا غلي إذا غلي فلازم تنصين الطبخ عليه وتنتظره شوية طويلة لخلق يتخدر ويطلع شكل وريحه وطعام فتشي خرافي إن شاء الله تجربوا وأكيد ستحبوا حبيباتي الهنان وخلص الفيديو مالتنا لهذا اليوم إن شاء الله حبيتوا الروتين مالتنا وإن شاء الله ألتقوا إياكم أكيد على فيديو جديد أترككم برعاية الرحمن وحفظه